السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي في مادة المالتي ميديا بقدم لكم العرض الآتي للتذكير بما تم أخذه في المحاضرة اللي قمت بتقديمها عليكم في يوم الأثنين الماضي وكانت بخصوص استخدام الماكرو في إكسل طبعا المحاضرة تمحورة تحول ثلاث أمور رئيسية الأولى تكلمنا فيها عن الماكرو ما هو الماكرو ومهم مميزاته وخطوات استخدامه حكينا أن الماكرو هو عبارة عن برنامج لتنفيذ عدة خطوات معا لأكثر من مرة طبعا وغالبا ما يستخدم لإنجاز المهام ذات الطبيعة التكرارية زي تسجيل إسماء عدة مرات عمل تنسيقات بنفس التنسيقات عدة مرات وما إلى ذلك أيضا تكلمنا عن مميزات الماكرو اللي هي عبارة عن إنجاز المهام بصورة سريعة والقيام بتكرار نفس المهام مع مرات عديدة أيضا حكينا عن طريقة استخدام الماكرو وهي عبارة عن ثلاث خطوات أول إشي تسجيله ثم القيام بالعمليات اللي بدنا تتكرر بعدين منوقف التسجيل ثم منشغله أو منستدعينه عند الحاجة الموضوع الثاني اللي حكينا فيه هو معاملات التمييز وأخذنا معاملات التمييز كمثال على استخدام الماكرو في إكسل للتذكير أيضا حكينا إنه معامل التمييز هو عبارة عن طريقة لحساب مدى قدرة فقرة اختبار معين على قياس الفروق الفردية بين الطلبة باستخدام معادلة معينة يعني بس قبل استخدام المعادلة يجب علينا القيام بمجموعة من الخطوات أول إشي إنه بنرتب علامات الطلبة الكلية في الاختبار تنازليا أو تصعوديا بعدين بنوخد فئتين من الطلاب عليا ودنيا طبعا عدد الطلاب يكون بالفئة حسب المتقدمين للاختبار بس عادتا بتكون 27% من مجموعة عدد الطلبة المقدمين للاختبار ثم بعد ذلك بنحسي عدد الإجابات الصحيحة من الفئة العليا وعدد الإجابات الصحيحة في الفئة الدنيا ومنحسب معامل التمييز حسب القانون اللي هو سين ناقص صاد على نون اللي هو عدد الإجابات الصحيحة من الفئة العليا ناقص عدد الإجابات الصحيحة من الفئة الدنيا على عدد الفئة الواحدة الجانب الأخير كان من المحاضرة هو بخصوص عمل كود بسيط في برمجية الإكسل وظيفته إنه يعمل أوتوسيف حفظ تلقائي للملف ويخرج من البرنامج دون الحاجة لإظهار الأليرت اللي بتظهر لنا إنه هل تريد الحفظ كل مرة ثم انتقلنا سويا للتطبيق العملي على البرمجية ترجمة نانسي قنقر